ظاهرة الولد ده انت بتكلم على يعني على على النرويج مفيش اي نوع من اي تاريخ كوروي يعني بفتكر انه يعني لو افتكرت حد هفتكر لعيب اسمه توري اندري فلو يعني ده اللي كان يمكن الى حد ما منور شوية في الدولة الانجليزية بس ما كانش لعيب ظاهرة بس كان لعيب مهاجم كويس جدا جدا لكن انه يظهر من نرويج لعيب بحجم ايرلينج هالنت الراجل الحقيقة مكسر كل الطاقعات مبتدي بداية ولا اروع وبحق النهاردة في مواجهة الولفز نهاردة كان في مباراة في الدولة الانجليزي بين الستي وبين الولفز وهير هامتون انتهت بنتيجة 3 صفر لصالح الستي طبعا مش محتاجة قولوا صالح مي هالنت بتسجيله هدف النهاردة في مواجهة الولفز آه لا، غريلتش صح، غريلتش هو اللي سجل الهدف الثالث للسيتي، لكن تسجيلة أو الهدف الثاني اللي سجله أيرلينج هانندهاردة في البطولة، خلاه يكون أول لاعب في تاريخ بطولة الدورة الإنجليزية، يسجل في أول أربع مطشوط خارج الملعب، خارج الأرض، يعني في أرض المنافس، والحقيقة يمكن بداياتك أعتقد أنه وصل دلوقتي لرقم 11 بعد 7 أسابيع من بداية الدورة الإنجليزية، فده يقول لك أو يلخص لك، ما فيش بقى فكرة الأسلوء يعني ينقصوا الإنسجام، أسلو لسه ما تأقلمش، لا، في مثل عندنا بيقول ضربة مطرقة، هو لم يد ضربة شاكوش، وده اللي بيعمله إيرلينج هالند في الدورة الإنجليزية، ومع البريمير ليج خليني أقولكم كمان خصوص واحدة من الصفقات اللي كان عليها علامات استفهام كبيرة جدا، خصوص طبعا البرازيلي الدولي كان واحد من أهم اللعيبة اللي موجودة في تشكيلة آما كانش بيعتمد عليه جوارديولا بشكل أساسي، لكن كان دايما مفتاح، كان د دايما العيبة عنده حل، ورقة من الأوراق حتى لو احتفظ بها جوارديولا على الدكة، قادر ينزل يغير الموازين، تقلق كبير جدا من جابريال خصوص مع الأرسنل الإنجليزي في المنافسات البريمير ليج خلته يفوز بجائزة لاعب الفريق أو أفضل لاعب فريق أرسنل في خلال شهر أغسطس الأخير، وده طبعا بعد ما أقدم أداء أكتر من رائع، وبرضه نرجع ونقول ما فيش فترات في عالم الاحتراف وفي عالم الكرة الحديثة زي ما بيقولوا، الصفقة الجيدة بتفرض نفسها، ما بتحتاجش وقت كبير جدا عشان يتأقل، ما بيحتاجش وقت كبير قوي عشان ينساجم، وده ظهر بشكل كبير جدا سواء مع إيرلينج هالند في الستي أو مع خصوص في الأرسنل.